كمين نصبته القوات الانفصالية في لوجانسك للقوات الاوكرانية بمنطقة هيرسك كمين يفيد قائد عسكري بانه شكل اختراقا للقطوط الامامية واوقع خسائر في صفوف الجيش الاوكراني الذي انسحب من الموقع واعتبر قادة الانفصاليين ان النقطة العسكرية التي باتت تحت سيطاراتهم تمكنهم من سماع الترددات اللاسلكية وتكشف الاسلحة الغربية التي تتسلمها القوات الاوكرانية اقتربنا منهم ودفعناهم بعيدا عن منطقة المنزل الريفي بنيران الاسلحة الصغيرة ذهبوا الى هناك وتعرضوا للقصف كنا نتحرك على طول الطريق الشمالي اتينا هنا الى الاسفل وسمعنا جريحا يئن ومن الجهة الجغرافية المقابلة في مدينة ماريوبول وفي مؤتمر صحفي افد عمدة المدينة فادي بوشينكو بان 90% من البنية التحتية دمرتها القوات الروسية التي استهدفت بضرباتها الصاروخية 1356 مبنى وسط انباء اشارت الى مغادرة اول سفينة تركية وكذلك شركات عملاقة اخرى ميناء المدينة الشيء الرئيسي الذي اريد ان الفت انتباهكم اليه اليوم انهم كانوا يستعدون لهذه الحرب هناك ادلة على هذا الامر كانوا يقصفون البنية التحتية الحيوية اما على الصعيد الروسي تقارير عسكرية افادت بان الحريق الذي نشب في موقع لتكرار النفط بمساحة 50 مترا بالقرب من الحدود الاوكرانية الشرقية الجنوبية اتهمت موسكو كييف بالوقوف خلفه بواسطة مسيرتين استضمطا باحد الابراج في الموقع وتأمل كييف ان تنجح المعونات العسكرية الغربية المنتظرة بمساعدتها على ايقاف استمرار تقدم القوات الروسية على جبهات الشرق والجنوب رغم اجتداد ضربات الاخيرة وحلفائها الانفصاليين سنا على خض 8 متواجم سقدم قليل خرج ب PVC صف البركات العربية الماضي في الانفصاليين على فعل المنتظرة